بالنسبة لأمراض جدري القرود اللي تم الإبلاغ عن حالات مؤخرا من بريطانيا هو بالأساس مرض مستوطن في أفريقيا هو من الأمراض اللي تسمى الأمراض المناطقية الموجودة في أفريقيا بسبب فيروس مشابه لفيروس الجدري اللي تم القضاء عليه عن طريق اللقاح فهو مرض مستودع الفيروس متواجد في الحيوانات بشكل أساسي القوارض وليس القردة لكن يتواجد عن القردة والكلاب فالمرض تم الإبلاغ عن حالات في بريطانيا حاليا منتشر بأكثر من 10 دول أو 15 دولة تم الإبلاغ عنه أكثر من 200 حالة تم تسجيل والعداد ما زال في تزايد هو مرض طريقة الانتقال فيه عن طريقة القطيرات التنفسية بشكل مشابه لالشيء اللي واجهناه الوباء الأخير اللي من واجهه اللي هو الكوفيد اللي طريقة الانتقال الأساسية عن طريق القطيرات التنفسية يعني الحماية منه عن طريق ابتداء الكمامة أو عن طريق التباعد الجسدي اللي ابتعد عن أشخاص المصابين أكثر من متر ونصف إضافة لنقطة مهمة جدا اللي هو اللقاح اللي موجود ضمن البرنامج التلقيح الروتيني للأطفال اللي هو الجدري بيعمل وقاية وحماية ضد المرض بالنسبة لفترة الحضانة المرض يعني هي الفترة اللي ممكن يظهر على العراض عند الشخص بعد تلقي الفيروس أو العدوى هي من 6 إلى 16 يوم ممكن تكون من 5 إلى 21 يوم لكن هي مثل ما أسبوع لأسبوعين تظهر العراض بشكل حرارة ترفع وألم عضلي عراض عامة قريب بعدها بصير الطفح بشكل أساسي بنسبة 95% ممكن يظهر الطفح بالوجه نسبة الإيماتة عالية فيه عند الإطفال أكثر من البالغين ممكن توصل إلى 10% بدول أفريقية بدول غير مجهزة مثل وضع شمال السوري لكن في دول أوروبا والدول المجهزة بالنظام الصحي ممكن تنخفض إلى 1% من الإصابات بالنسبة لطرق الوقاية بشكل أساسي هي الطرق الوقاية اللي عاهدناها وألفناها خلال جائحة كوفيد اللي هي التداء الكمامة عند التماس مع الأشخاص المصابين الحفاظ على مسافة تباعد جسدي متر ونص على أقل تقدير إضافة للنظافة العامة غسية للأيدي نقطة مهمة المرض لا ينتقل من شخص لشخص من شخص المصاب بسهولة يحتاج إلى تماس وثيق قرب من الحالة بالإضافة مثل ما ذكرت انتقاله عبر قطارات تنفسية فمن ركز على الوسائل الحماية اللي عاهدناها وألفناها خلال السنتين الماضيات وخلال جائحة كوفيد ونسأل الله السلام للجميع